إلى واشنطن فقد رأس وزير المالية دكتور إبراهيم العساف وفد المملكة المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين كما استعرض وزير المالية جهود حكومة المملكة العربية السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين واشار العساف إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي بالرغم من انخفاض أسعار النفط كما أكد على متانة القطاع المصرفي مشيرا إلى أن البنوك المحلية تتمتع بمستوى عالم من كفاية رأس المال ومستويات مخفضة في نسبة الديون المتعثرة فيما أوضح العساف أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن ويفعل دور القطاع الخاص لتعزيز الوظائف